السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون معكم أخوكم جلال اليوم الموضوع اللي رح نتحدث عليه هو سر تجهيز أنثى الحسون لكي تقوم بإنجاز الإنتاج مئة بالمئة إخواني قبل كل شي حبيت نعطيكم هذه الأنت الحسون اللي هدرنا علىها البارح كانت هائجة كثيرا تستعمل هذه طريقة الغيطار لمدة عشر أيام رح تحس بالراحة أكثر فأكثر ثاني نقطة شوفوا معي هنا في القودي أنا حطيت لها الطربة الحمراء اللي حكينا فاتعة تحناية بها تكمل وحطيت خمسة أنواع من الأكل اللي ذكرناها مزقوقو والشية وشعالة وغرانديجان وزراء الكيف وزراء تشوفان كما نقوله هنا الأنواع كاملة اللي تقوم في تجهيز وتكميل ريش الأنثى أو الذكر وعننا هنا كما نقوله هنا حطيت لها نوع من جميع أنواع الأكل كما نقوله هنا منطوبة ديلي ناتورة خلطت له ولهن براقة مع بعض الأكل الآخر يعني بهم تحتاج لها هذه الأنثى هذه أول نقطة ثاني نقطة سر تجهيز أنث الحسون لكي تقوم بالتجاوز مئة تزاوج مئة بالمئة إخواني أخواتي هذه قفصتها تزاوج رحوا أرجو عنا فيديو كيفية تجهيز قفص التزاوج الكامل براسكو نحن لعب لفتاعة مننا تزاوج نحن لعب لفتاعة مننا تزاوج نحن لعب لفتاعة مننا تزاوج براسكو ما زالت ما هيش فترة تزاوج كيفية تزاوج كيفية تزاوج هذا العش براسكو يجب أن تزاوج صالح ويكون عش آخر صغير يوضع فوق المجسم هذاك الصغير خاطر ماكه هذاك يناسب الحسون وكيفية تزاوج وكيفية تزاوج التزاوج الكامل كل أنثى الحسون ما يعجبه هذاك القفص ممكن تحطلك في القفص هذا تي فيتي ما تحطلكش في أرضية القفص دكور رحوا أرجو الموضوع تجهيز القفص الكامل لحاطوا بهتعرف ثانيا كيفية جهز الأنثى بهتولفلك بهتعملك الإنتاج كينا ناس يروح للسوق قبل شهرين من الإنتاج يشري أنثى في قفص مثل هذا مثلا يشريها ويحبها تنتج له ما تنتجلكش وكما هدرنا في الفيديو تعكم عمر الأنثى ومتى تشتريها رحوا شوفوه بتعرفوا أوصي يشتريها ويحطها طول في القفص لنا ما تنتجلكش عليها كما هذي شريتها أنا في أكتوبر عندها ستة شهر ونا نوجدها على يدي وش نديرنا؟ لحب يتبع طريقتها يتبع لحب نعطيك منصحة أخرى يتبعها يتبع أنا الأنثى هذه رح نحطها في القفص هذا في شهر ديسمبر عليها بروسكو هذا القفص صغير خلاها نوجدها ورباها ونوكلها ونزينها في أحسن حلة على يدي في القفص هذا الصغير وعليها بروسكو نحطها في القفص هذا الكبير تولي هذا كبير تنظفه كامل وتحط الأكل ياسر ومن هنا أحيي تعبن خلاها الهنا حتى لديسمبر قفص صغير ننظف نحط الأكل من هنا من هنا ترتحلي في القفص طيحة تركح في القفص طيحة تولي في القفص طيحة عادي جيد في ديسمبر ننقلها للقفص هذا ديسمبر جنوبي في فيفري مارس أفريل خمسة شهر ولا ربعة شهر وهي في القفص هذا كل ما تحط الأنثى في القفص هذا اللي رح تتزاوش فيه رح تعرفه أكثر رح ترتاح فيها أكثر هذه هي الغابة تاحة المستقبلي هذا هو العش تاحة المستقبل وعليها قلت لكم وحتي يجيبها في شهرين قبل الإنتاج ويحطها هنا ما توجده خطر ما قدرك أنتك يجيبها هنا ويحطها هنا لم تكن تعرفه أكثر من القفص هذا لم تتزاوش عليها قبل ربعة شهر من الإنتاج تحطها في القفص هذا بهتزاوش عليها ويش ندير أنتك أوصي تركب العش تاعك تركب العش تاعك وتركب العش الثاني وخليها على روح الأنثى رح تباتلك هنا في اللي رح تباتلك في الآخر رح تهزي الماكلة وتروحها هنا يعني وش رح يقولي هنا حاجة تكتيكية حتولي تعرف هذا بالعش حتولي تعرف العش هذا ما عدتش يدهشها ما عدتش تخاف منه دكور ثالث نقط رح تحط لها العظام في هذه مرة في الأسبوع كما قلنا البيض والخس والسلطة والخضروت مرة في الأسبوع بها متعملكم شجاري طم هذه الحويج يسر رح تقوم في لأنثى تاعك رح توجد لأنثى تاعك وفي القودي هذا مرة في الأسبوع تحط لها خمسة الأنواع من الأكل اللي فكرناها بها تقوى لأنثى تاعك وتجاز جيدا ثالث نقط تطعطها الأكل الماء كل شيء اللي تحتاجه تخسل رابع نقطة والمهمة والمهمة لبعض الناس ولا معظم الناس كي يجيب لأنثى الفراخ ما توكلهمش يقول يشري في الأبرة ويلقحها ويجبد الأكل بالأبرة ويوكل العصافير ولا يجيب ميلي ولا يجيب أنثى هكذا ناري تعب كبير عليها خطر ماك الأنثى هذي كما تعود بكريه أول عام تحتها تتزاوج ما تعرفش يجب أن تكون تعرفها ويجب أن تكون عندها عامين ولكن تحصوها كي يوكلها ليس مربيا لا تتوكل يقول المال يتوكل يتعب المال ويجب أن يتوكل المال تحصل ما تفعله تجيب قودي كما هذا وتضع فيه الباطي تعفراخ الحسون تعفراخ كي يولده تضع فيه الباطي تضع فيه وانساه خلي على روح الباطي ما تفعله أشكفه كي لا تضع لها البيض ولا الخضرة ولا السلطة أحجيلها هنا تفهم مشكلة مرة توكلها مرة ما توكلها مرة ما توكلها مرة ما توكلها حتى نتوالف توكل الباطي لو أولفتلك الأنثى توكل الباطي خلاص ركتها نيتي نهائيا كي توكل الباطي في وقت الإنتاج إن شاء الله تنجو كامل كي تجيب الفراخ تحط لها الباطي وش تدير الأنثى رح تهز الباطي هذيكا وطعم بها الفراخ وما تجيب أنثى أخرى ولا مال ولا أي حاجة ثالث نقطة دوكا نوصل للموضوع آخر واجتمد الأكل للفراخ ما هيش غير الباطي بركة اللي توكل بها الفراخ كينا تليزيور شوز يتوكل بها الفراخ هذا هو سر تجهيز الأنثى للتزاوج بهتنتج لك 100% في القفص كي ما قلنا لازم تحط الأنثى قبل التزاوج ب4 شهر 5 شهر 3 شهر شهريا في القفص هذا بهتعتاد عليه وتعتاد على العش وتعتاد على العش ثانية على الأكل على أي حاج دكور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة أخرى وما تنسوش تدعمونا بالإعجاب والبرتاش وشكركم نشكركم كثير